عد السياحة أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية في سيناء خاصة بعد تطور البنية الأساسية وخلق مشروعات تنموية تسمح تلك المشروعات بزيادة أعداد السائحين في أرض لا تجال تسخر بالكنوز وتوافر بها كل أنواع السياحة طبيعة ساحرة تتمتع بها أرض سيناء تتنوع ما بين الجبال والسهول، الوديان والشواطئ إضافة إلى مياه البحر حيث الشعاب المرجانية والأسماك النادرة ولتعظيم الاستفادة من هذه المقدرات الطبعية تقوم الدولة بخطوات متسارعة على مشروعات لتنشيط قطاعي السياحة والأثار بأرض الفيروز ضمن استراتيجية التنمية الشاملة من ضمن تلك المشروعات جاء افتتاح متحف شرم الشيخ في أكتوبر 2020 بتكلفة تقدر بـ 812 مليون جنيه إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ ومحميات سانت كاترين كما خصصت الدولة 41 مليون جنيه لصالح مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يبدأ من سيناء وتم إطلاق مشروع التجل الأعظم بسانت كاترين والذي يهدف لإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس وبشأن مشروعات قطاع الأثار بجنوب سيناء يجرى استكمال تطوير المتاحف الأثرية والإقليمية بتكلفة بلغت نحو 300 ومليوني جنيه في حين بلغت تكلفة استكمال حفائر الأثار المصرية والإسلامية والقبطية أكثر من 12 مليون جنيه بينما بلغت تكلفة استكمال ترميم الأثار المصرية نحو 4 ملايين وأربعمائة ألف جنيه وفيما يتعلق بقطاع تيران تم تطوير مطار سانت كاترين لتبلغ سعته الاستيعابية نحو 600 راكب في الساعة هي بنية أساسية ومشروعات تنموية تسمح بزيادة أعداد السائحين في أرض لا تزال تسخر بالكنوز ويتوافر بها كل أنواع